السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودخلنا في أحكام الوضوء والوضوء لغة من الوضاء وهي الحسن والنظافة وفي الاستلاح الشرية الوضوء هو طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه المخصوص وهذه الأعضاء المخصوصة هي اليدين والرأس والقدمان مضمضة الاستنشاق والاستمتار بكيفية مخصوصة التي سنتذاكرها ونتعرف عليها بعون الله وقوتي في هذا الباب الوضوء له فرائد وسنن وفضائل وقد مر معنا هذه المصطلحات لكن لا بأس من أن نعيدها سريعا لأجل التذكير فالفريض أو الواجب أو الركن بمعنى واحد وهو ما لا بد من الاتيان به وإذا لم يؤت به فالعبادة تبطل بترك شيء من هذه الفرائد أما السنن فهي في مرتبة أقل والفرائد في مرتبة أقل من السنن والسنن والفضائل كلاهما مطلوب الاتيان به لكن طلبا غير جازم أي أن من ترك شيئا من هذه السنن لا تبطل العبادة ونتعرف أولا على فرائد الوضوء وفرائد الوضوء سبعة أولها النية وهي قصد القلب فعل العبادة أي أن هذا الذي قام ليغسل أعضاء الوضوء قد قام لأجل العبادة ولم يقصد فقط لأجل التبرد أو غسل أو النظافة هذه النية هي التي تميز بين العادات والعبادات وهذه النية تجب أن تكون في أول الوضوء والنية تكون لأجل رفع الحدث الأصغر بسبب انتقال الوضوء والفرد الثاني من فرائد الوضوء هو غسل الوجه والوجه هو ما يواجهه الإنسان غيره والحد الواجب في غسل الوجه لا حدود طولا ولا حدود أيضا عرضا أما حدوده طولا فمن منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الضقن لمن لا لحية له كما في الصورة التوضيحية أما عرضه فمن وتد الأذن إلى وتد أذن كما تشاهدون حيث أن علماء المالكي قالوا إن البياض الذي فوق وتدي الأذن المتصل بالرأس من أعلاه لا يجب غسله بل مسحه لأنه من الرأس لا من الوجه ومثله شعر الصدغين فإنه من الرأس لا من الوجه والفرد الثالث من فرائد الوضوء هو غسل اليدين إلى المرفقين والمرفق عدم المفصل البارز في نهاية الدراع ويتعلق بهذا الفرد مباحث ومن هذه المباحث غسل تكاميش الأنامل وغسل ما تحت الأضافر الطويلة التي تستر رؤوس الأنامل ويقولون إن وسخ الأضافر يعفى عنه إلا إذا تباحش وقطر ومن أركان الوضوء أيضا وهو الركن الرابع مسح الرأس أي مسح جميع الرأس لا يقدر لا بتلت ولا بربع كما في باقي المذاهب بل واجب في مذهبنا المذهب من مالكي أن يمسح جميع الرأس سواء كان للرجل أو مرأة قصر الشعر أو طول فإمسح جميع الرأس إلى منتهى هذا هو الحد وحده يبتدئ من حد يعني حد مسح الرأس يبتدئ من منابط شعر الرأس المعتادة من الأمام وينتهي إلى نقرة القفى من الخلف ويدخل فيه أيضا شعر الصدغين كما سبق الإشارة والبياد الذي خلف فوق وتدي الأدنين وكذلك يدخل البياد الذي فوق الأدنين المتصل بالرأس ومن أركان الوضوء وهو الركن الخامس غسل الرجلين مع الكعبين والكعبان هما العضمان البارزان في أسفل الرجل فوق القدم ويجب عليها أن يغسل الشقوق التي في باطل القدم وظاهرها وإذا قطع محل الفرض كله سقط التكليف ومن فرائد الوضوء أيضا وهو الفرض السادس وهو الدلك أي دلك الأعضاء وهو نرار اليد في العضوي وهو فرض كتخليل الشعر وأصابع اليدين ومن أركان الوضوء وهو الركن السابع الموالات ويعبر عنه بالفور وتعريف الموالات هو أن المتوضئ يفترض عليها أن يغسل العضو قبل أن يجف العضو الذي قبله بحيث لا يصير مدة يجف فيها الأول عند اعتدال المكان والزمان والمزاج واعتدال المكان هو أن يكون في مكان ليس فيه حرارة أو برودة شديدتان تجفان بهم الماء واعتدال الزمان أن يكون في فصل لا يترتب عليه جفاف الماء بحال غير معتاد واعتدال المزاج هو أن لا يكون في طبيعة الشخص ما يوجب تجفيف الماء بسرعة هذا وعلماء المالكي يقولون أن الفور بين جميع العضاء سواء كان مغصولة أو ممسوحة كالرأس فإنه يجب أن ينتقل من مسح ماء إلى غسل الرجلين مثلا على الفور تعتبر المسافة في جفافها كالمسافة التي يجب فيها العضو المغصول ثم إنه يشترط عندنا نحو المالكي الشرطان الشرط الأول أن يكون المتوضئ ذاكرا فلو نسي غسل يديه قبل وجهه فإنه يصح ولكن إذا تذكر يلزمه أن يجدد نيته عند تكملت الوضوء لأن النيتها الأولى بطلت بالنسيان والشرط الثاني أن يكون عاجزا عن موالات غير مفرط ومثال ذلك أن يحضر الماء الكاف للوضوء ومعتقد أنه يكفيه ثم ظهرت أدم كفايته فغسل به بعض أعضاء الوضوء كالوجه واليدين مثلا وفرغ الماء واحتاج إلى ماء آخر يكمل به وضوءه فانتظر مسافة جفت فيها الأعضاء التي غسلها فإنه في هذه الحالة يسقط عنه الفور وعند حضور الماء يبني على ما فعل فيمسح رأسه ويغسل رجليه ولو طال الزمان أما إذا فرط من أول الأمر فإن أحضر ماء وهو يشك في أنه يكفيه الوضوء فإنه إذا مضت مدة طويلة بطل وضوءه أما إذا كانت المدة قصيرة فإنه لا يفضل ويفنع على ما فعل أولا ننتقل إلى السنن قبل الانتقال للسنن نقرب الفرق بين السنن والفضائل كلاهما في مرتبة مراتب الأحكام التكليفية للواجبات وللتوضيح أفضل هناك أحكام تكليفية خمسة الواجب ثم بعد ذلك المندوب ثم المباح ثم المكروه ثم المحرم السنن والفضائل تأتي في مرتبة واحدة هي ما يتاب على فعله ولا يعقب على تركه إلا أن السنن تزيد درجة على الفضائل فالفرق بين السنن والفضيلة كما عبر بعض الفقهاء أن السنن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواضب على فعله أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة كثيرة وواضب على فعله أما الفضيلة هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواضب على فعله فهذا هو الفرق بين السنن والفضائل والسنن تزيد درجة عن الفضائل وأول هذه السنن غسل اليدين إلى الكوعين والكوع هو المفصل الذي يكون عند منتهى الإبهام وتاني هذه السنن هي المضمضة وهي إدخال الماء في الفم وطرحه فلو دخل الماء فمه بدون قصد أو أدخله ولم يحركه أو أدخله وحركه ولم يطرح بأن ابتلعه فإنه لا يكون آتيا بالسنة وتالت هذه السنن وهي الاستنشاق وهو جذب الماء بنفسه إلى داخل أنفه ولا تحصل عندنا نحن المالكية السنة إلا بجذبه بالنفس ورابع هذه السنن وهي السنتار وهو طرح الماء من الأنف بالنفس بأن يضخ أسباع السباب والإبهام من يده اليسرى على ما ران من الأنف عند إنزال الماء منهما وإذا كان بأنفه قضارا متجمدا من مخاطن وغيره أخرجهما بخنصر يده اليسرى خامس سنن للوضوء هو رد مسح الرأس ومسح الرأس باقي بيده بلل من المسح الأولى وإلا فلا يسن ومن السنن أيضا مسح الأذنين ظاهرا وباطنا ويدخل في ذلك سماخ الأذنين ومن السنن أيضا تجديد الماء لمسح الأذنين فلا يكفي في السنة أن يمسح بالبلل الباقي من مسح الرأس والأفضل عندنا نحن المالكية في كيفية المسح أن يدخل أطراف سبابة في سماخ الأذنين داخل الأذنين ويضع إبهامه خلفهما ويطني إصبعه السبابة والإبهام ويديرهما حتى يتم مسحهما ظاهرا وباطنا وإذا مسحهما بأي كيفية أخرى أجزاءه إنما المطلوب تأميمهما بالمسح كلما ومن السنن أيضا ترتيب الفرائد فالترتيب بين أعضاء الوضوء بأن يقدم الوجه على اليدين واليدين على الرأس والرأس على الرجلين ومن السنن أيضا تحريك خاتم الذي يصل الماء إلى ما تحته ولنا نحن المالكية في هذا تفصيل حسن حيث أن هذا الخاتم إما أن يكون لبسه مباحا أو حراما أو مكروها فإن كان مباحا أو للرجال ما كان فضة وكان وزنه لا يزيد عن درهمين كما سبق الإشارة في درس الفضة والذهب وكان واحدا غير متعدد فإنه لا يجب تحريكه سواء كان ضيقا أو واسعا وسواء وصل الماء إلى ما تحته لم يصل وأدى الحكم عام في الوضوء والغسل على أنه إن نزع بعد تمام وضوءه أو غسلي فإنه يجب عليه غسل ما تحته إن كان ضيقا عما إن كان هذا الخاتم حراما وهو ما اتخذ من ذهب أو من فضة تزيد على درهمين أو كان متعددا كأن لبس خاتمين أو أكثر فإن كان واسعا أجزأه تحريكه ولا يفترض عليه ذلك ما تحته بيده بل يكتفي بذلك ما تحته بالخاتم نفسه أما إن كان ضيقا فإنه يجب عليه نقله من محله حتى يتمكن من ذلك ما تحته من الماء ومثل المحرم في ذلك الحكم الخاتم المكروه هو ما كان من نحاس أو رصاص وحديد تعرفنا فيما مضى عن الفرق بين السنن والفضائل وكلاهما لا يعاقب المكلف على تركه إلا نتواب السنن أكثر وقد تقدم ذكر السنن فنتعرف على الفضائل وأول هذه الفضائل أن يتوضأ في موضع طاهر فإن توضأ في مجرات المرحاض فإن وضوه أهو يصح مع الكراهة التنزيهية حتى ولو كان هذا المرحاض طاهرا ولم يستعمل لأننا في مذهبنا المالكي نكرى الوضوء في المحل المعدل النجاسة وإن لم يستعمل ومن فضائل الوضوء أيضا التسمي في أوله بأن يقول باسم الله الرحمن الرحيم والسكوت عن الكلام غير ذكر الله تعالى إلا لحاجة ومن فضائل الوضوء أيضا السواك أو السياك قبل الوضوء بنحو عود ويكفي الأصبع إذ لم يوجد غيره ويكون قبل الوضوء ويندب السياك باليمنى وأن يبدأ بالجانب الأيمن عرضا في الأسنان وطولا في اللتة ولا ينبغي أن يزيد عن شبر ولا يقبض عليه ويندب السواك للصلاة إذا كانت بعيدة عن السواك الأول كما يندب لقراءة القرآن وانتباه من النوم وتغيير فام بأكل أو شرب وغير ذلك ومن فضائل الوضوء أيضا تيامن الإناء أي وضع الإناء المفتوح الذي يمكن الاغتراف منه عن يمينه والضيق الذي يصب منه الماء على يساره ومن فضائل الوضوء أيضا الشفع والتتليت في الغسل الغسل الثانية والثالثة في كل مغصول ولو الرجلين ولا تحسب الثانية إلا إذا عمت الأولى ولا الثالثة إلا إذا عمت الثانية فإذا توقف التعميم على الثلاثة فكلها واحدة ويطالب ندبا بالثانية والثالثة ومن فضائل الوضوء أيضا تقليل الماء مع الإحكام تقليل الماء الذي يستعمل فيه العضاء بحسب الإمكان بحيث يسيل على جميل العضو ويعمه وإن لم يتقاطر عنه ومن فضائل الوضوء أيضا ترتيب السنن مع الفرائد بأن يقدم غسل اليدين إلى الكوعين والمضمضة والاستنشاق على غسل الوجه وتجديد الماء لمسح الرأس ومن فضائل الوضوء أيضا أن يبدأ بمسح الرأس من مقدمه ويبدأ بأول الأعضاء عرفا كأن الوجه وأطراف الأصابع ومقدمة الرأس ومن الفضائل أيضا تيامل الأعضاء وأيضا ترتيب السنن فيما بينها